أفدت وكالة رويترز للأنباء بسيطرة الدبابات الإسرائيلية على طريق رئيسي لمدينة رفح الفلسطينية وذكر مسؤولنا بالأمم المتحدة أن أكثر من مائة ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية جراء هجوم القوات الإسرائيلية على المدينة وقال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا جورجيس بوتروبوليس إن حوالي ثلاثين ألف فلسطيني ينزحون من المدينة كل يوم موضحا أن معظمهم اضطروا للنزوح خمس أو ست مرات منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع